أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم وأهديكم سرنا الذين من قبلكم وأتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدمانا وذلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أقادت أيمانكم فآتهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوسهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا يشلحا يفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنوب والصاحب بالجنب ومن استبيل وما ملكة أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختلا فخرا الذين بخلون وأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقوا الأمواله لأناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساقرنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم حليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يمد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاروا حتى تعلموا ما ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغات أو لمستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعين ليا بأنسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعناهم كما لعنا صحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكنا نفسهم بل الله يزك من يشاء ولا يظلمنا فتلا انظر كيف كانوا انظر يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب الحكمة وآتيناهم ملكا نظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسلهم نارا كلما نردت جلودهم بدلناهم جلودا وغيرا ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري منه تحت الأنهار وخالدين فيها أبدا لهم فيها أزباج مضهرة وندخلهم ذلا وضليلا إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهليا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لرأيت المنافقين يسد عنك السجودا فكيف إذا أصابتهم نصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعيذهم وكلهم في أنفسهم قولا بلغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبت أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لما كم معهم شهدا ولئن أصابكم فول من الله لا يقول أنك ألمتكم بينكم وبينهما ودت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فلنقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقدل أو يغلف سوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنك إذا الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لم كفوا وإيديكم وأقيموا الشلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منه يخشون الناس كخشية أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبنا علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل ما تعد دنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا أينما تكونوا يدرك والموت ولا كنتم في بروج مشيدة وإن تسبهم حسنة يقولوا هذه من عيد الله وإن تسبهم سيئة يقولوا هذه من عيدك كل كل من عيد الله فما لهؤلاء القوم لا كادوا نفقهن حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولوا نطاع فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتو ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عيد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له قفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا رأيب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجدلهم سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا نسباء فلا تتبعوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلتهم عليكم فلقاتلوهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث اتحقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقضل مؤمنا إلا خطأ ومن قدر مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر المتتابعين توبة من الله وكان الله معليما حكيما ومن يقضل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذبا عظما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانب كثرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفهم الملائكة ظالمين أنفسهم قاموا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرضا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسات مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا وغفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عليه على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا بينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا استجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولأخذوا يحذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تعفلون عن أسلحتهم وأمتعتهم فاميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضان تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم من الله أعدى للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعدوا على جنوبكم فإذا طمأنكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولا تهنوا في بدغاء القوم إن تكونون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لدحمه بين الناس وعرك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانوا نفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يرنفسه ثم استغفر لأجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسمه فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرنبه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لأما الطعفة منهم أن يضلك وما يضلون إلا أنفسهما ما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواه من لمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بذغى مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن لنؤله ما تولى ونسله جهنم وسات مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا سيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتقن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعذهم ويمنيه وما يعذهم الشيطان إلا غرورا أولاك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحدي الأنهار خالدين فيها أبدا وهدى الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يغمى سوء أن يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون النقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وفي الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء كل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يتام النساء التي لا تؤتنهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تكوموا لليتام بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإني امرأة وإن امرأة خافت من بعلها نشزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينما سلحا والسلح خير وأحضرت أنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرشتوا فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحما وإن يدف الرقى يغني الله كل من سعد وكان الله واصعا حكيما ولله ما في السماوات ما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات ما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات ما في الأرض وكفى بالله وكلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بأخر وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد تواب الدنيا فعند الله تواب الدنيا والأخر وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الحواء أن تعدلوا وإن تلووا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملاكة وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدياهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذبا ألما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصبوا قالوا ولم نستهز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا غسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يضلل فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين أعملوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله